في هذا التمرين الأخير عندنا تدريب على تخليص الحروف الحروف المرققة من الحروف المفخمة فعندنا في هذه الكلمة حرف مفخم واحد هو حرف الراء لماذا؟ لأن الراء هنا ساكن وقبلها مفتوح فهي مفخمة فربما تتأثر الهمزة قبلها فنسمع من يقول أربعين أو في حين أن صوت الهمزة المفتوحة بهذا الشكل آ فيجب أن تبقى بهذا الشكل آ أربعين أربعين مرة أخرى أربعين أيضا في هذا المثال عندنا الراء مفتوحة فهي مفخمة فربما تأثرت بها النون فيجب أن نقول هكذا نا نا لاحظوا نرا نرا أيضا الراء والألف بعدها مفخمان مفخمان أما النون فقط مرققة إذن نرا ولا نقول نرا نا نا هكذا لا لا يصح نا نرا نرا أيضا في قوله تبارك وتعالى جهره جهره لاحظوا عندنا الراء مفتوحة فربما تأثرت تأثرت الهاء التي قبلها أو الهاء التي بعدها فنسمع من يقول جهره ره هكذا فهذا لا يصح جهره جهره نعيد وننتبه إلى الهاء جهره بهذا الشكل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر